السلام عليكم شونكم إن شاء الله تكونون بخير أول ما نبلش بالفيديو صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد شونكم حبايبي إن شاء الله تكونون بخير هنا دا أسوي كبة برغل وراح أسوي البورق هنا دا أبدأ بالحشوات أول ما ثرمت اللية تشوفوا لي أشقد الذب دهن هنا طبعا عندي مقدار من اللحم راح أسوي بيه كل التفريزات أنا صورت لكم فيديو الكبة صورت لكم إياها واللحم بعجين هاي ضمن التفريزات هنا شنو بقى عندي بقى عندي كبة البورغل وأسوي البورق سويت كمية كلش حلوة حطيتها بالمجمدة لإنتفيد للطلاب والمدارس خاصة إحنا وقت مدارس إنه ما يصعدنا المجال نسوى أكل يعني شون أقل لكم نوبات نلتهن قاريهم خاصة أنا عندي ثلاثة بالمدارس وما بدخلتهم دورات فأني لأي قاريهم ايه فما يصعد عندي المجال إنه أطبخ أو هما ما يحبون مثلا يأخذون وياهم للمدرسة في الأكل يعني ثابت يردون أكلات متنوعة فسويتهم هاي الأكلات المتنوعة تفيدهم للمدرسة وبنات هاي كوبة البرغل ناج حمية بالمية وتخبل وجمديها بدون ما نسلقيها يعني الجمديها هي هي تشتلف فيها وجمديها حال حال كوبة التمن من تطلعيها من المجمدة تخليها تحل من التجميد وسلقينها بعد ما نسلقيها تحبيها تسويها تشريب أحمق شربة أو سلقيها وتقليها تقلاع عادية فانتي هاي ظلت براحتك أما هاي الكوبة ما تنسلق وتتجمد نهائيا فمن تطلعيها من المجمدة مد في الأبد ناج حمية بالمية بس تبع الخطوات اللي أنا راح أسويها وصدقينها راح تضبط عندك هنا من بعد ما حمست البصل ويلا حموليه راح أضيف مقداره من البثيته بناتي نادا أسوي حشو الكوبة آخر شي أضيف البصل شوفوا هنا سويتم محضرة الطعام طبعا ما كان عندي بصل يابس عندي بصل أخضر فضربتم محضرة الطعام وضفته هيت شي يعني من بعد ما ضفت البثيته هنا بنا سويت نكهة كلش طيبة جبت هيل وكذبرة طحنتهم بالطاحونة وانطني نكهة للكوبة مو طبيعية بنات ما حطيت بالحشغة بس كذبرة وهيل فانطني نكهة كلش طيبة راح استمر على هاي النكهة كل ما اسوي كوبة البرل لأن صراح هاي أول مرة اتجاره بأضيف لها هاي شنكهات بس تفاجأت يعني بالطعم مالتها كلش طيب وريحة مالتها صير تخبر احنا بهاي الأثناء بنات استوات عندي البثيته راح ابدأ اضيف لها الملح واضيف الكرافوس 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 اخر شي لأنفسها يذبل ويذب ميم فاحنا ما ريد بيها مي زايد اريدها تكون الحشوة ناشفة فاخر شي نضيف الملح واضيفون الكرافوس كرافوس شوفوه هسا نغطيها نخليها يج خمس زقايق وخلص من نغطيها خمس زقايق ونطفيها خلص كملة عندنا الحشوة مال الكوبة هسا وياكم راح ابدأ بيمن بحشوة البورك اكيد حشوة البورك تكون مختلفة ليش لأن راح نضيف لها واي عدد من الابهارات ننطيها نكهات طيبة لأن البورك كبورك تصير الرقائق مالتها ما بيها اينك هي يعني عادية فلازم انك ها وين موجودة بالحشو هنا بنات دا احمس اللحن وهنا تختلف شفتوا انا نضفت هناك البصل بالاخير لا هنا راح اضيفه ويا اللحن راح اضيفلها ثم مطحون على مود يشيل لكل الزفرة وهنا ضفت البوتيته هاي بنات حشوة البورك هاي كلش طيبة طلعت عندي اتمنى تجربوها ودائما تكتبو لوميوسف شاكينا اكلاتش اكلاتش كلش طيبة وتعلمنا من عندي انو نطبخ في الدلالون هنا بنات ضفت بهارات وضفت راح اضيفل فلفل احمر اللي هي البابركة وهنا نزنجبيل وهنا كارب دجاج البهارات اتب كيفش تحبين نضيفين بهارات البرياني تحبين نضيفين بهارات المندية تحبين نضيفين سبع بهار انتي هاي ظلت يمش ان البهار متوفر عندي اتش حطي هنا بنات اخر شي ضفت الكشمش حبيت اضيف لها كشمش باخر شي ضفت اللي انتعرفون كشمش بساعة يصير كشمش هو هذا يضيفوني للحشوة مال برياني دائما اني اشتغل بالليل ما اشتغل بالنهار لان عندي طلاب شوفوا بيه الساعة هنا الساعة 11 الا 5 اني بلشت بلشت بالشغل مال الكبة والبورك راح اتعلل عليهم واكملهن وراح اخذكم مياي على مدعجن العجينة وشوفكم طيغة عجينة شنو هي شوفوا بناتي هنانا هاي خلطة اني دائما اشتر خلطة ما اسوي بالكواب او اشتري مفرد فدائما هاي الخلطة تلقيها بالاسواق اللي هي خلطة الكبة مال البورل بس تقولوا لهي شي راح يطيكم اياها هنا تقيبا كيلو جبنة ناشنو مضيوف لها مضيوف لها بورل و جريش و سميد بس هما عارفين نجد يحطون الكميات فانتم اشتروها هاي الخلطة جاهزة افضل لكم مما ثووها بالبيت مفرد يعني انتم تخلطوا فاني تقيبا مستمر على هاي الخلطة الي خمس سنوات بنات مثل ما قلت لكم موجودة عد الاسواق اي اسواق تلقين بها هاي الخلطة قلو لا ريد خلطة مال الكبة البورل هو يطيكم اياها اي 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 فهنا شي اسوا اخلطها كل الزين من بعد ما افرغها من الشيس اخلطها كل الزين وهنانا نفس الخلطة الي ضفتها للحش واللي هي هيل و كذبرة راح اضيفها لل هنانا للعجينة و راح اضيفها ماتين كوركوم على مديطينة لون الاصفر مال الكبرة وهنانا نضيف اكيد الكمون على مود مصر عدنا نفخة من وراء الكبرة لاتعرفون الكبرة تسوي نفخة بالبطن في افضلشي تضيفون الكمون وانا ضيفها ماتين الهيل في الحمدالله و شكر شانت كلش خفيفة و طيبة و تخبب اخلط التواب الوية كل الزين بعدين ابوخلها مي ابوخلها برخبنات مجرد اخلي هذا الطحين يتبلل طحين البرغل مجرد يتبلل شوفو طبعا هي العجينة نصير ثلاث مراحل ثلاث مراحل تعجنين بيها هاي اول مرحلة من بعد ما اكمل راح اغطيها نا بنات من بعد ما اكملت راح اغطيها راح اتركها هنا خمس دقائق ومو اكثر خمس دقائق وارجع لها هماتين اعجنها نا من بعد ما خلصت خمس دقائق بنات رجعت هماتين راح بخلها مي واعجنها اما العجنة الاخيرة هي بثالث مرحلة طبعا يتحتاجين تقعدين بالقاع وتنزلين الطاسي اميش وتعجنين بالقاع لان يحتاج لها عجن كل شوال اما اذا عندك مثرامة كهربائية هي مثرامة اللحم ما تصير محضرة الطعام نهائيا حطيها لازم مثرامة اللحم والثورميها ثلاث مارات شوفوا يعني مثرامة اللحم ثلاث مارات شقد تاخذ عجن بالايد اذا تريديها تطلع ملسة وتخبل ونفس مالة السوق فاني اقلت شعجنيها هواي بس اذا تيديها تطلع شون ما تشون لا عجنيها قليل فاني لا اقعد بالقاع وحط النجانة واعجنها هاي بثالث مرحلة ها مو بالثانية ولا الاولى شوفوا هنا مرحلة الثانية هماتين اغطيها اتركها بالمرحلة الثانية عشر دقائق شوفوا هنا شون صارت شوفوا هنا شون راح اساوي راح ابدي هماتين ابخلها مي وعجنها شوفوا مجرد ابخلها مي وعجنها نعم من بعد ما اعجنها ابدي اشكلها شكل كوبة في هاي المرحلة الثانية فهنا دا اقليكم نزلتها بالقاع وعجنها وهذا شكل العجن من بعد ما اعجنتها شوفوا شون هاي هنا انا راح اصي عندك بساعة الشكل متاخذ من عندك وقت نهائيا هنا طبعا شلت الحشوة والعجنة وروحت بالغرفة شكلتها هنا شوفتكم شكلها من بعد ما شكلتها طبعا الصلوات على محمد صارت عندي كمية كلش حلوة صينية كاملة راح ابدي افرسها انا اياكم واشوفكم اياها طيبة وسهلة وسريعة ودائما مال البيت الصير عطيب من مالة السوم هنا مبنات من بعد ما سلفنتها هنا سلفنتها وراح اخليها بالمجمدة هنا ما صار فيكم صارت الساعة بالوحنا ونصب الليل فتكسرت تكسر يعني جهال دوامهم صباحي فنمت بالسنتين وقعدت الساعة بالستة الصبح فمثل ما قلت لكم افضل شي اذا عندش تفريزات انه تسويها بالليل على مود النهار تتفارغين تقارين الاطفال تنظفين في الحشوات وهاي السوارف والكباب سويها بالليل اسهلج هنا ما لحقت بالليل اسوي البورق ثاني يوم الصبح من بعد ما راح وجهها المدرسة بديت الف البورق هم ماتين راح اجمد هنا حطيتوا يل مي طحين ومي على مود الف بيها البورق هنا خلص الفيديو مع السلامة اشتركوا في القناة